وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية رمضان كريم ورب العالمين أكرم الله يجعل يا ربي هالرمضان خير وبركة على جميع أمة محمد تحياتي لكم جمهور الغالي كمان مرة كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم يا ربي وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية الله يجعل هالرمضان يا ربي شهر خير وبركة علينا وعليكم على الأم العربية والإسلامية سلامي لأهلي وأحبتي في فلسطين الغالية الصابرين الصامدين كل عام وأنتم بألف ألف خير يا ربي ورمضان كريم فالله يعطيكم الصحة يا ربي من المحيط إلى الخليج من كل مكان بهذا العالم كل عام وأنتم بخير باختصار أنا في شهر رمضان المبارك بكون في هدوء وركود عبر السوشيل ميديا ولكن حبيت أنه أنا أطلع لكم بهاللايف لصغير البسيط أسلم عليكم ما رح أطول عليكم نهائيا حبيت أسلم أشوف بعض الكومنتات أبرز الأشياء اللي بدي أحكي فيها بالمختصر إن شاء الله على عيد الفطر السعيد إن شاء الله رح تشوفوا إن شاء الله أغنية الجديدة العراقية بعنوان بصراحة إن شاء الله هاي الأغنية اللي إن شاء الله على العيد رح تسمعوها إن شاء الله من كلمات رامل عبودي الحان الأستاذ علي صابر وتوزيع عثمان عبود نفس التيم اللي عمل أغنية مكانك خالي اللي الحمد لله رب العالمين يعني اختربت من المئة مليون مشاهدة يعني لفضل لرب العالمين وإلكوا على محبتكم لهاي الأغنية كمان مرة رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم ودائما يا ربي هيك أيامنا وأيامكم يا ربي سعادي وهناء يا ربي فرح أعملكوا هلا شغلة بسيطة هيك بمناسبة شهر رمضان الكريم أغني لكم هالأغنية رمضان جانا وفرح نابو بعد غيابو وبقالو زمان غنوا معانا شهر بطولوا غنوا أولوا أهلان رمضان رمضان جانا أهلان رمضان أولوا معانا أهلان رمضان جانا بتغيب علينا وتهجورنا وبنستناك وفي السنة ورات زرنا وبنستناك من إنت وحنا بنحسب لك ونوضب لك ونهللك أهلان رمضان جانا أولوا معانا رمضان جانا أهلان رمضان أولوا معانا أهلان رمضان جانا فإن شاء الله رمضان كو خير وبركة إن شاء الله أحبتي وأهلي ما أبدأ أطيل عليكم لايف هيك بسيط وصغير حبيت أسلم عليكم جميعا وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا ربي تحياتي لكل جمهوري وحبابي وأهلي بالاختصار كمان مرة نرجع نذكر في شو حكينا إن شاء الله رب العالمين في عيد الفطر السعيد حيكون عندي أغنية جديدة بعنوان بصراحة أغنية عراقية إن شاء الله رح تسمعوها بإذن الله تعالى على العيد هذا هو الشيء لبعضها رحكي فيه كمان في عندي حفلة للجالية العربية إن شاء الله في ألمانيا بالتحديد في برلين تالت يوم العيد إن شاء الله رح أبلغكم فيها عبر السوشيل ميديا اللي بتابعوني على السوشيل ميديا رح يعرفوا كل هاي الأمور حيكون إن شاء الله معاكم بإذن الله تعالى كمان أيضا جمهوري وأحبتي في الأردن في مهرجان جرش إن شاء الله لهذا العام رح أكون موجود معاكم كمان هاي أحد البشريات إن شاء الله لجمهوري في الأردن في لبنان حيكون عندي مهرجان بعلبكت في عشرين سبعة إن شاء الله رب العالمين حيكون عندي موازين في المغرب كمان إن شاء الله يعني هاي أخبار لأول مرة أنا بحكي عنها بشكل عام مرة تانية كل عام وأنتوا بخير تحياتي لأهلي في فلسطين وبالتحديد في غزة ورمضانكم مبارك يا ربي وينعاد علينا وعليكم بالصحة والقافية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته